المسارك يا نوبل بانك راح عمر حد ما ادي يده عليك جرب حدا خسرت تحويشة عمري في بنوك لبنان وتعرضت للعنف اللفظي في علاقاتي السابقة وعيش قصة حب مع شخص بيحبني وممكن نعيش مع بعض من غير جواز ومش مهتمة اني اجيب اطفال مفيش شك ان الفنانة اليسا عاشت ازمات صعبة جدا في حياتها خاصة خلال الفترة الاخيرة بسبب اصابتها بمرض السرطان لكن رغم اللي اتعرضت لي اليسا قدرت ترجع تاني وتكون بنفس شخصيتها الاولية وده كمان بمساعدة حبيبها الجديد المجهول اللي محدش لسه من الجمهور يعرف عنه حاجة فيطرع ايه حكاية حبيب اليسا الجديد وهل فعلا خسرت فلوسها كلها في الازمة الاقتصادية في لبنان البداية كانت مع حديث اليسا عن خسارتها لتحويشة عمرها كله اثناء فترة الازمة الاقتصادية اللبنانية فخسرت كل فلوسها اللي عملتها من شغلها في بنوك لبنان وقالت اليسا عن خسارتها لشاء عمرها المصاري كانت في بنوك بيروت واللي راحه كتير اللي راح راح وانا خلاص قطعت الامل والحمد لله مرتاحة مديا واستعوضت ربنا في ناس معهاش ليرة لكن انا بشتغل وربنا مديني وعندي رزق شغلة 25 سنة راحه بس انا كويسة الحمد لله اكيد اللي حصل صدمني وزعلت ان القطاع المصرفي اللبناني هو نفس نظام القطاع المصرفي السويسري اللي يعتبر من اهم الانظمة المصرفية في العالم لكن للأسف كل حاجة واعت شغلي طول 20 او 25 سنة لا يمكن تعويده لكن انا بشتغل وعيش مرتاحة وعندي رزق احمد الله وعندي مستقبلي وفني وبقدر اجمع المال واستعوض ربنا الفلوس اللي خسرتها اليسا ما كانتش بس دي الازمة الوحيدة اللي اتعرضت ليها لكن كمان اتعرضت لعنف نفظي اثناء علاقتها بحبيب سابق ليها فقالت اليسا في اعترافاتها عن علاقتها السابقة مفيش حد مد ايده عليها ولكن في شخص حاول الاعتداء عليها وقلت له لو رفعت ايدك مش هقبل ده لكن في شخص جرب الاعتداء علي وانا مقبلش الضربة على نفسي ابدا كمان اوقات التعنيف اللفظي بيدمر الانسان اكتر من الضرب انا تعرضت للعنف اللفظي وفي رأيي هو اقوى من العنف البدني كمان اليسا تكلمت عن حبيبها الجديد واللي بتعيش معاه حاليا قصة حب كبيرة وبيساعدها ده تتخطى الازمات اللي بتوجهها في حياتها لكن المفاجأة انها صرحت بانها ممكن تعيش مع حبيبها عادي من غير جواز خاصة انها مش هتقدر تخلف بسبب مرضها فقالت اليسا الشخص اللي بحبه بيحترم شغلي وبيغير علي لو ظهرت مع شابة في كلاب بيغير علي بس بيرفد يتدخل في شغلي حبيبي اكبر مني بسنتين او تلت سنين بس مولودين بنفس اليوم تفكيرنا وطبعنا قريبة جدا من بعض هو مش لبناني غني جدا عايش دلوقتي برا وممكن نتجوز لاني احب اني اكون معاه واتجوز وهو بالزي لكن الانجاب ما بقاش خلاص يهمني انه يكون عندي ولاد ومش هاعلن عن اسمه دلوقتي طبعا كلام اليسا عن حبيبها الجديد عمل جدل كبير ما بين المتابعين فتوقعوا ان حبيبها الجديد اكيد رجل اعمال خاصة انها قالت انه غني ومع فلوس كتير وكمان عايش برا كمان اليسا اتعرضت للهجوم بسبب تصرحها بانها ممكن تعيش معاه من غير ما يتجوزه فيترى ايه رأيك في تصرحات اليسا عن حبيبها الجديد ويترى مين هو اللي غير وجهة نظرها في الحب وعوضها عن كل الازمات اللي في حياتها